انتهت أولى التجارب ألوديا للنادي الأهلي بمباراة الحقيقة في منتهى القوة يمكن النتيجة تحسسك أن المباراة كتسهلة على النادي الأهلي انتهت المباراة طبعا نتيجة 5-1 فوز عريض لكن الحقيقة مباراة كتفي منتهى القوة بيتروجات مخانش خصم هاين على الإطلاق بالعكس لعب مباراة كويسة جدا والجميل حقيقة مش بس فلسكول الجميل كمان أنه الخمس تجوال سجلهم خمس لعيبة مختلفين حسام حسن افتتح التسجيل بعد كده رامي ربيعة بعد كده أحمد عبدالقادر وبعد كده عمر السلية وختمها شادي حسين في الدقيقة 80 بالهدف الخامس لنادي الأهلي والمباراة شيء أو 90 دقيقة في مواجهة فريق منافس ليك شيء غير تماما طبعا التدريبات فبتهالي تجربة أكيد هتكون مفيدة على كل المستويات لمستر مارسيل كولر في بداية فترة التحضير رغم أنه خلينا نتفق أنه يمكن في المباراة دي فيه سكواد كامل مش موجود مع النادي الأهلي سواء اللعيبة الدولية المنضمة للمنتخب أو اللعيبة اللي لسه فيه مراحل التأهيل أو اللعيبة اللي فضل الجهاز الفني أنه يديهم فترة راحة فأعتقد أنها كانت تجربة مفيدة بكل المقاييس نتكلم عنها أكتر ونتكلم على مشوار تحضير والسعداد الأهلي اللي مواجهة اتحاد المنستيري مع واحد من نجوم النادي الأهلي وضفنا النهار ده ونجمينا فيه السادسة كابتن محمد حشيش مسأخيري كابتن محمد نور الدنيا أعتقد إلى حد ما تجربة وإن كانت المباراة متزعيتش لكن أعتقد أنها يعني تجربة مفيدة بكل المقاييس وخصوصا مع فوز عريض بيحقق الأهلي في أول مباراة حتى وإن كانت وداية تحت قيادة مرسيل كولر نأخذ من الكلمة الأخيرة طبعا المكسب المكسب بفتح حاجات كتيرة بيدي تفاؤل بالمرحلة اللي جاية بداية كويسة برضو بمكسب مع أول مباراة ودية أي أن كان المنافس ممكن تلعب فيها ضعيفة جدا جدا وما تقدرش تحرز فيها أهداف إنما كمان زي ما أنت بتقول وسمعنا أن الأهداف جابها أكتر من لعيب كان مهم من هو يهدف ثلاث خطوط مسجلين خط النص وخط الهجوم والأحسن من كده أن طبعا الرجل بيشوف اللعيبة لأول مرة في مطش ودي غير التأسيمات غير التدريب غير حاجات كتيرة غير الفيديوهات طبعا اللي أكيد يتفرج عليها إنما بيشوف على الطبيعة فرصة كويسة الماتشات إن شاء الله بداية من الماتش بيتروجيت وبعد كده فيه أسوان وبعدين طلع الجيش ثلاث مباراة قبل طبعا دول 32 الأفريقي دي يقدر يحط طبعا إيده على اللعيبة أو الطريقة اللي عايز يبتدي بيها أو يلعب بيها والأشخاص أو اللعيبة اللي هي تناسب هذه الطريقة شايف البدايات بتاعت مرسيل كولوري يعني فكرة إنه الرجل مش واحد يعني أول حاجة واحد إنه بيشتغل بشكل علمي قوي يعني ودي ممكن حاجة بتميز الألمان مش بس السوريسليين بكلف الكورة اتنين الراجل بي كمان بيطبق نظام احترافي زي اللي بيحصل في أوروبا ثلاثة إنه مركز قوي في التفاصيل يعني بيتكلم في كل تفصيلة بيتكلم مع كل لعب لوحده الراية دي أو او ارايتك لإمكانياته او لفكره او لعقل إيته شايفها ازاي كابتال حشيج طبعا واضح إنه الراجل عنده خبرات بداية طبعا من إحنا أول ما جاء طبعا شوفنا السي في بتاعه وسمعنا عن السي في طبعا راجل عنده سي في كويسة جاي من حتة فيها كورة طبعا أو مدارس كروية متميزة ما ابتدى بصراحة أول قرار كمان خده إنه هو يعني بعد ما تلغى المعسكر اللي هو كان خارجي ابتدى يعمل اليوم الكامل من الصبح بالليل اليوم كامل في النادي صبح وبعد دور تدريب شبه معسكر ده ادت له فرصة أكتر إنه شوف اللعيبة ويتعرف عليهم في أطول وقت ممكن سواء الصبح أو بعض الظهر ادته يعني فترة كبيرة من الوقت إنه هو يقدر يشوف اللعيبة زي ما أنت بتقول هو بيهتم بالتفاصيل وكورة دلوقتي بقت طبعا علمه علم كبير ما بقاش زي الأول بس مدرب يعني إنت لو تشوف الكلام ده من زمان قوي موضوع التدريب كان فيه ناس بتسخن وتعمل تأسيمات والجري وحوالين الملعب لفترات كبيرة عشرين لفة واثنين وعشرين لفة وأنا حضرت الكلام ده الكلام ده كله بدلت يبقى غلط إنه كل أو لما تحب تزود لقى البدنية أو تعمل فترة إعداد لازم تحط الكرة في جملة مفيدة في أي حاجة بتعملها لازم الكرة تبقى لازقة في الرجل اللعيبة يعني ففيه حاجات كتير زمان انت عارف كنا بنعمل حاجة اسمها مدرجات نطلع مدرجات اللعيبة تطلع مدرجات طب آه ده أحد عناصر التدريب إنك تطلع المدرجات عشان تعمل تقويات للعضلات الأمامية والخلفية وسمانة طلع بعد كده إن الكلام ده غلط الكلام ده بيبوز الركب ويجيب خشونة ويجيب حاجات كتيرة الكروس كنتري اللي كان بتتعمل نجري في الشارع حوالي النادي الأهلي والنادي الجزيرة والليف والكلام ده كله طبعا غلط لأن الأسفلت صعبة على الرجلين طبعا فالدنيا تطورت يعني كتير جدا جدا لا فتنظري كمان في الجزيرة